بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا حبابي عاملين ايه يارب دايما تكونوا بخير النهاردة هنعمل مع بعض المحاوجة التحفة جدا دي بطريقة سهلة خالص ومبسطة يلا مع بعض ندخل نشوفها نعملها ازاي اول حاجة عندي 6 كبايات من الدقيق اللي متعدد الاستخدام عادي وعندي كباية وربع من الزيت وعندي معلقة من البيكنج بودر ودرشها من الملح وعندي كمان حوالي 4 معالق من العسل الاسود وعندي التحويجة اللي بنجيبها من عند العطار اللي هي الحلبة المطحونة ومعها الكركم وتحويجة العطار اللي هو بيبقى عاملها بقى بنفسه وعندي كمان حوالي من كوب لكوب وربع سكر بودر وعندي سمسم وحبة البركة للواجه بتاع المحاوجة هنشوفهم في الاخر هنجيب الدقيق بتاعنا وننزل عليه بالمكونات الجفة السكر البودر هنقلبه معاه كويس جدا وهننزل بالملح والبيكنج بودر من معلقة كبيرة من الملح وزرة من البيكنج معلقة الصغيرة من البيكنج بودر وزرة من الملح ونقلبهم كويس جدا وكمان ننزل بالعقدة الصفرة بتاعتنا او التحويجة اللي احنا جايبينها من عند العطار حوالي خمس معلق كبار او نص كوب على الست كبايات بنقلبهم كويس جدا في الدقيق كده لحد ما يتجانس تماما قبل ما ننزل بالزيت بتاعنا عندي كباية وربع من الزيت للست كبايات دقيق بننزل على الدقيق بالشكل ده لحد ما ونقلبه لحد ما يتجانس كده مع الزيت والحبيبات الدقيق تتغلف كلها بالزيت كده ونبتدي بقى نقلب بيدنا نشيل بقى المعلقة بتاعتنا او الاسباتولة هننزل اول بفنجان العسل الاسود ده بيزود القيمة الغذائية بتاعتنا بيعليها جدا وبيدي طاقة بقى لو ولدنا اكلوا منها ونشط الزاكرة كلها مغزيات ما شاء الله اعمليها طبعا فيها حاجة من اكلات الشتاء بتدفي جدا وبتدي طاقة هنعملها دلوقتي وهنبتدي بقى نبسها كده زي ما بنبس الكحك بالسمنة كده لحد ما الزيت يغلي في كل الدقيق بتاعنا آآ تقليب تقليب بالايد كده وبعدين طبعا هنبتدي نبس الدقيق بيدينا الاتنين لحد ما اللون يبقى معنا اصفر كده زي ما احنا شايفين كل الدقيق مبقاش فيه دقيق خالص ابيض بقلب وبجيب من قاع البولة كده من تحت عشان كله يتجنس مع بعضه شايفين معايا كلها تشربت الزيت ازاي ممكن تحطي الزيت سخن وتسخنيه شوية وممكن تحطيه بارد انا عملتها على البارد والنتيجة واحدة وعملتها على السخن برضو نفس النتيجة كل واحد اللي رياحك اعمليه ابتدى الدقيق يتشرب كل الزيت معايا زي ما احنا شايفين بقى عامل زي الرملة المبللة كده هبتدي اجيب جلافز تاني وابتدي ادلكها على قدية كده عشان اتأكد ان كل الدقيق اتقلب كويس مع الزيت ببسها كده زي ما ببس عجينة الكحك نجيب من تحت الفوق كده عشان اتأكد ان كله متقلب تمام كده خلاص انا اتأكدت ان هي كلها تمام ابتدي اشوف العجينة في ايدي بتاعتها هي بتبقى عاملة زي عجينة الكحك كده لما تبسيب السمنة قبل ما تحطيله المادة السيلة اللي هي الحليب او الميا في الاخر خالص اللي هي مرحلة العجن هي دي العجينة اللي احنا عايزين نشوفها تبقى متماسكة كده متماسكة اول ما نفكها تتفارول على طول عندي صنية الخبز بتاعتي الكبيرة دي مدهونة دي على قد المقدار بتاعي انا مش عارفة مقاسها كام بس هي بالنظر كده حسيت ان دي اللي هتبقى مناسبة لسمك المحوجة الحجم المقاس اللي عندي ده انتهى زيت كويس جدا ودي خطوة مهمة جدا لازم تدهنيها زيت علشان خاطر لما تخبزي المحوجة تبقى سهلة عليك تخرجيها زبطت المحوجة في الصنية بالشكل ده بالكامل وسويت وشها وارتفاعها كله متناسك مع بعضه مفيش حتة عالية وحتة نزلة وجبت بقى السمسم وحبة البركة عملت جزء كده بالسمسم وجزء تاني بحبة البركة عشان اللي بيحب ده يكون متوفر وده كمان يكون موجود وهبتدي قطعها زي ما احنا شايفين كده التقطيع دي بقى بتاعتك قطعيها بالشكل اللي ينسبك مربعات سامبوكسات الشكل اللي انت شايفاه اعمليه انا قطعتها سامبوكسات كده ودخلتها الفرن وطبعا بعد ما بتدخل متى تخرج من الفرن يعني انا مش قادرة اوصف لكم الريحة خطيرة جدا قلب المكان كل اللي يدخل للشقة يقول ايه انتو بتعملوا ايه ريحتو حلوة هبتدي بقى عيدة على التقطيع بتاعي اسلك كده مكان التقطيع علشان لما اجي اخرجها تبقى سهلة معايا اه قعدت كده على التقطيع بتاعي هس لازم اسيبها تهدى خالص ما بخرجهاش من الصنية في الوقت ده وهي سخنة علشان ما تتفككش وتتفتت معايا انا عايزاها تطلع سليمة وما تتهدرش معايا ما شاء الله تبارك الرحمن ريحة ولون وشكل وتحفة جدا والطعم مش هقدر اوصف لكم جماله هنبتدي بقى نخرجها بعد ما عد عليها حوالي ربع ساعة يبتبرد بسرعة جدا جبت المقطع بتاعي كده وبتديت اخرجها تبارك الرحمن ما شاء الله شايفين سمكها معايا السمك ده حوالي نص سنتي انا بحبها السمك ده ما بحبش عاملها تخينة قوي وهي اول ما بتخرج من الفرن بتبقى طرية شوية لما بنسيبها تهدى بتنشف وتبقى معانا المحوجة النشفة الجميلة اللي بتتاكل بقى مع الشاي والمشروبات السخنة شايفين من تحت التحف ازاي ومن فوق نفس اللون حمراء من تحت ومن فوق وطلعا ما شاء الله معايا سليمة وشكلها شاهي وتفتح النفس ورحتها خطيرة هنبتدي بقى نخرجها ونرسها في طبق التقديم ونقدمها بقى مع الحاجة السخنة في ايام البرد التحفة اللي احنا فيها دي اللي احنا مش عارفين ندفع باي شكل شايفين معايا جمالها ما شاء الله تبارك الرحمن بتخرج بمنتهى السهولة علشان انا دهنت الصينية زيت قبل ما احط المحوجة بتاعتي والتقطيع جميل ما تقطعهاش كبيرة قوي عشان لما تيجي تخرجيها من الصينية ما تتقسرش معاكي وفي نفس الوقت تبقى شكلها لطيف ما تبقاش احجامها كبيرة قوي بعد ما خرجناها في طبق التقديم شايفين معايا شكلها تحفة جدا لونها حلوة قوي لجمأة ولا فتحة خد يبالك وفي الخبيز ما تخليهاش تاخد وش بسرعة لان هي من النوع اللي بياخد لون بسرعة جدا انتبهي عليها وشايفين معايا ما شاء الله الست كبيات عملوا معايا كمية كبيرة جدا انا مليت الطبق ده زي ما احنا شايفين وباقي معايا كمان في الصينية شوية كمان اه طلع ما فيش فيها اي تهدير زي الفل ريحة وطعم ولون وشكلها حلوة من جوة ومن الوش ومن الظهر اه مقدرش اوصفلكو جمالها ومقدرش اوصفلكو قلب الدنيا قدي ايه اه يارب الفيديو النهاردة اه يكون عجبكم وتقدروا تستفيدوا منه وتطبقوا بقى المحوجة وتعملوها وتقولوا لي ما قادرها عاملة ازاي معاكم وان شاء الله نتقابل اه دايما في كل جديد وما تنسونيش دايما من اللايك والشير عشان يوصلكم كل جديد وختاما سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشهد ان